عاجل جداً عشر إجراءات هامة ستبدأ تنفيذها الحكومة خلال 48 ساعة وأخبار صارة لكل المواطنين وعاجل مجلس الأمن يرد على مصر وإثيوبيا بخصوص سد النهضة وللأسف ننشر لحضراتكم آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز وصدمة في مصر وفاة مليونير بشكل مفاجئ داخل السجنة في البداية صلى على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جداً عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل ألفين لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلاً يفجر التعليق بكلمة تحية مصر وانتو وطنيين وقدها عاجل جداً عشر إجراءات هامة ستبدأ تنفيذها الحكومة خلال 48 ساعة ينتظر المصريون خلال 48 ساعة المقبلة بدء صريان عشر إجراءات حكومية صارة من المقرر أن تطبق مع بدء العام المالي الجديد 2021-2022 الذي يبدأ اعتباراً من أول شهر يوليو من كل عام وتأتي تلك الإجراءات في إطار ضمن تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تعمل مختلف جهات الدولة على تنفيذها والإجراءات الحكومية التي من المقرر بدء تنفيذها بالعام المالي الجديد هي زيادة الحد الأدنى للمرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتباراً من مرتب يوليو لـ 2400 جنيه وبدء صريان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح علاوة 7% بحد أدنى 75 جنيه للموظفين المقاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح الموظفين من غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة بقيمة 13% من الراتب الأساسي بحد أدنى 75 جنيه وزيادة قيمة المعاشة الذي يحصل عليه صاحب المعاشة اعتباراً من أول شهر يوليو بنسبة 13% ومن المقرر رفع قيمة بدل المعلم وحافظ الأداء مع تقارير حافظ الإدارة المدرسية ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في العام المالي الجديد التي تتضمن قرابة 12 ألف مشروع استثماري حكومي الحكومة ستعمل على توفير المبالغ المالية اللازمة لدخول 23 مستشفى للخدمة مع العمل على زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال ستعمل الحكومة على تطوير ورفع كفاءة نحو 170 مستشفى ومركز طبي ستعمل الحكومة على إنشاء أكثر من ألف فصل للمناطق المحرومة ضمن مشروع حياة كريمة ستنفذ عشرات الألاف من المشروعات القومية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري مصدر معنا كم من الوطن وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرارة الأحمر أسفل الفيديو يلا ندخل على تفاصيل الأخبار خبر آخر معنا وعاجل مجلس الأمن يرد على مصر وإسيوبيا بخصوص سد النهضة قال رئيس مجلس الأمن نيكولا دوري فير أمس الخميس إن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به في أثبت سد النهضة بين السودان ومصر وإسيوبيا وأضاف دي ريفير رئيس المجلس لشهر يوليو إنه ليس لدينا سوى جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل بحسب رويترز قال نيكولا دوري فير سفير فرنسا في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين السودان ومصر وإسيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه إسيوبيا على النيل الأزرق يشار إلى أن مصر طالبت مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإسيوبي فورا وبشكل عاجل لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي تخطط إسيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف دون اتفاق مع السودان ومصر من جانبها رضت إسيوبيا على طالب مصر قائلة إن حق إسيوبيا في ملء سد النهضة يتماشى مع مبادئ الاستخدام العقلاني لمياه النيل وإعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء إسيوبيا والسودان ومصر في 2015 المصدر معنا كان من رويترز ولكن يعني في اتفاقية المبادئ فيه مبدأ من مبادئ الاتفاقية بيقول إن يجب اختار إسيوبيا دولتين المصب ويعني إنها تديها كل المعلومات عن عملية الملء والتشغيل للسد ولكن هذا الأمر يعني ما حصلش فيعني هنا فيه تدليس من الجانب الإسيوبي وكذب وافتراء وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام ننتقل لخبر آخر معنا وللأسف ننشر لحضركم آخر التطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز الإعلامي محمد علي خير كشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز أكد أنها ما تزال في غرفة العناية المركزة بالمستشفى الخاص في مصر الجديدة وأضاف خلال برنامج المصري أفندي المذاع على قناة المحور الفنانة دلال عبد العزيز ما تزال في غرفة معزولة ولا يوجد تلفزيون في غرفتها ولكن يتم توفير لها مشاهدة بعض المنصات مثل شاهد وواتساب وذلك لضمان عدم معرفة أي أخبار عن رحيل زوجها الفنان الراحل سمير غانم وتابع دلال عبد العزيز لا تعرف حتى الآن أن زوجها الفنان الراحل سمير غانم قد توفى لافتا إلى أنها لا تستطيع أن تغادر فراشها ولا تزال أنبوبة الأكسوجين معلقة في أنفها وقال أنه تحدث تفارات وتحسن في حالة دلال عبد العزيز ولكن يعقبها تراجع في نسبة الأكسوجين مناشدنا الدعاء لها بأن يتم شفاؤها وكانت الفنانة إمي سمير غانم قالت خلال زياراتها قبر والدها الفنان الراحل سمير غانم بمدافن الوفاء والأمل بمنطقة مدينة نصر تزامنا مع الجمعة الرابعة لوفاته عند توجيه السؤال لها عن حالة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز قال كويسة مش عارفة كما زار قبر الفنان الراحل سمير غانم صباح الجمعة الماضية عدد من أفراد أسرته وأشقائه وقاموا بتوزيع الأموال والأطعمة وصدقها على روحه المصدر معنا كان من صحيفة فيتو أترك لحضراتكم التعليم على هذا الخبر الهام ربنا يشفي الفنانة كبيرة دلال عبد العزيز ويرحم إن شاء الله الفنان الراحل سمير غانم ننتقل لخبر آخر معنا وصدمة في مصر وفات مليونير بشكل مفاجئ داخل السجن شهدت قضية بقتل شاب بست رصاصات على يد والده المليونير في منطقة الزاوية الحمراء بمصر مفاجأة كبيرة حيث تبين من التحريات أن والد القتيل عثر عليه وقد فارق الحياة داخل محبسه ودلت التحريات التي تم جمعها خلال الأيام الماضية أن رجل الأعمال جمع ثروة كبيرة من عمله في مجال الخراطة وكانت هناك خلافات متكررة بينه وبين نجله القتيل وأنه في آخر خلاف أشهر في وجه ابنه سلاحا ناريا وأطلق منه ست طلقات نارية كانت كفيلة بإنهاء حياته وتم ضبطه واقتياده إلى جهات التحقيق وعثرت أجهزة الأمن على قاتل ابنه وقد فارق الحياة داخل محبسه وجار معاينة جثة وتوقيع كشف الطبي عليها لمعرفة سبب الوفاء وإنهاء إجراءات الدفن المصدر معنا كان من صحيفة المصر اليوم إن شاء الله أشوفكم فيه فيديو جديد وقريب بإذن الله وأتمنى أكون خفيف على حضراتكم كان معكم إسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته